طبق اليوم مفيش أسهل منه وفي نفس الوقت صحي جداً شيك قوي في العظمات وهيزين صفرتك في رمضان السلام عليكم أنا هيبة أبو الخير ودي قناتي لو أول مرة تشوفوها انزلوا تحت الفيديو واشتركوا في القناة وفعلوا جرس التنبيه هيوصل لكم إشعارات ووصفات الجديدة هعمل لكم النهاردة فخارة اللحمة بالعجين بالطريقة السهلة وبدون أي تعقيد كمان العجينة اللي هغطي بيها الطاجن حصرية جداً وسهلة قوي بدون تخمير أو تضيع للوقت ده غير إنها طرية جداً مش نشفة أو بتتكسر تقدروا تكلوا بيها اللحمة يلا بينا نبدأ لكن الأول حاب أفكركم ما تنسوش اللايك هجيب الطاجن بتاعي أغلفه كويس من جوه بمعلقة صغيرة من الزبدة أو السمنة هاتي بقى أي خضار عندك في التلاجة أنا عندي بتنجان أصمر مقطعه مكعبات متوسطة عليها هضيف مكعبات متوسطة من البطاطس متقطعة بحجمة متوسط زي ده وعليهم هضيف مكعبات طماطم هضيف بصل أنا اخترت بصل صغير لو عندك بصل كبير أطعيم مكعبات بالحجم ده وعليهم هضيفه سوستوم سليمة وفلفل شطة الخلاصة يعني أي خضار عندك بتحبيض فيه آخر حاجة هتكون الملح وشوية زيت زتون أما عن اللحمة فأنا عندي ريش ضاني هوزعها فوق الخضار بالشكل ده مش شرط نفس نوع اللحمة تقدر تستخدم ريش بتلو أو مكعبات لحمة صغيرة اللي هي بنعملها كباب حلق وقولي ليه الجزار يقطع هالك من الكتف النوعين دول مش بياخدوا وقت خالص في التسوية وإذا هتعملي ريش ضاني فقولي ليه الجزار عوزها من ريش الظهر وبتكون حلوة جدا اللحمة بتتحط نية مع الخضار بدون تشويح أو سلق وبتستوي كويس جدا وأي نوع تاني بياخد وقت فهتسلقي لأول نص سلق وضفيه ولو عندك بواقي لحمة ممكن تضفيها بعد ما الخضار يندج ها ديف رشتين من الملحة والفلفل اللي قسود فوق اللحمة وبس كده مش هحتاج أضيف أي مياه لأن الخضار هينزل مياه كتير مع البخار كافين جدا لنضج اللحمة هجيب ورقة زبدة أكرمشها في إيدي كده وابدأ أغطي بيها الطاجن بتاعي وهغطي آخر حاجة بورق فويل واقفل على الطاجن كويس علشان مش عاوزة البخار يخرج برا واضمن أفضل نضج للحمة هدخل الطاجن بتاعي فرن ساخن مسبقا على حرارة 200 رفة أوسط لمدة 90 ودلوقت هلحضر العجينة اللي هغطي بيها الطاجن لما يخرج من الفرن في طبقة ها ديف اتنين كوباية من الدقيق نص معلقة صغيرة من الملح ومعلقة كبيرة من الزيت ها ديف مياه فترة بالتدريج وابدأ أعجن كويس واشوف هل العجينة محتاجة مياه ولا تمام عجينها كويس لمدة خمس دقيق لحد ما تلمي معايا كويس جدا وتكون نعمة بالقوام ده هشيل العجينة واتهن القالب بشوية زيت والعجينة برضو هتهنها زيت بسيط هغطي العجينة بتاعتي واسبها ترتاح على جنب ربع ساعة يعني تحضريها قبل الطاجن ما يخرج بربع ساعة مش محتاجة خميرة ولا تخمير ولا أي طعب خالص هوزع دقيق قدامي أحط العجينة وعليها رش دقيق وافردها بصمك نص صمتي يعني كوامها مش بيكون رقيق قوي أو سميك قوي سمكها بيكون قريب من الرقيق شوية الطاجن خرج من الفرن واللحمة نضج جدا تماما شايفين ما ضفنا شوالة نقطة مية وكمان الطاجن فضل ساعتين في الفرن وخرج كل الشربة دي هاخد العجينة بحرس كده وغطي بيها الطاجن وراعي أن الحروف تكون لغطية كويس وهنشيل أي زيادات بالسكينة هجيب شوكة واسبت بيها الحروف كده وفي نفس الوقت هتديك شكل كويس جدا أما عن الوش فهتهنوا بصفار بيضة مخلوط مع معلقة صغيرة من الخل علشان تضمنوا أن ما فيش أي ريحة للبيض كمان تقدروا تستبدلوا صفار البيض بحليب مع رشة من النسكافي بسيطة جدا وعلى الوش هوزع شوية سمسم وشوية حبة البركة هدخل الطاجن بالعجينة الفرن لمدة 4 دقايق بس تحت الشوية لحد ما العجينة تاخد لون دهدي الفقارة خرجت من الفرن والعجينة واغدة لون حلوة قوي وطرية جدا مش نشطة خالص يا جماعة وده القوام الصحي ليها إنها تكون طرية كده أي قوام تاني سميك أو ناشف وبيتكسر فده مش صحي إطلاقا ومش مظبوط لازم تطلع معاكم كده حاجة كده سهلة وشيك وشكلها حل بقبيع على صفرتك وفي أي عزومة كمان العيلة هيبقى عندها فضول يا ترى إيه اللي جوة تجيب السكينة وتقطعيها كده وتفتحي كده وبالهنة والشفا اللحمة نضجت والخضار نضج وحاجة كده يعني تليق بمعدة حضراتكم خفيفة قوي صحية جدا كله نيف نيف بدون تعب والطعم طحفة جدا تقدميها بقى مع رز بشعرية بجنب الخضار كده كمان هعملكم واحدة تانية بالفراخ وقريب جدا إن شاء الله أو ممكن تكليها بالعيش الطري اللي عليها كده تغدي قطعة لحمة مع قطعة خضار وبالفهنة وبكده أكون خلصت وصفة النهاردة أتمنى من قلبي إنها تكون عجبتكم هتلاقوا المقادير مكتوبة في صندوق الوصف تحت الفيديو كمان هسيب ليكم تحت الفيديو لينك صفحتي على الانستجرام باسم هبة أبو الخير ولينك صفحتي على الفيسبوك أول صفحة باسم همي والصفحة الجديدة باسم هبة أبو الخير أتمنى منكم تشتركوا عليها ما تنسوش تكتبولي رأيكم في كومن تحت الفيديو ولو عجبتكم الوصفة دي ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو ده تشتركوا في القناة واتفعلوا جرس التنبيه هيوصل ليكم إشعارات بوصفات الجديدة أشوفكم على خير وصفة اليوم جديدة ومشهورة بتعمها اللذيذ لما جربتها أول مرة ودقت طعمها الجميل قلت لازم عملها ليكم علشان تجربوها وصفتنا هتكون عبارة عن صنية الدجاج بكرات البطاطس وصفة ممتازة وفيها كل حاجة بروتين خضار كارب يعني مش هتحتاجي تقدمي جنبها أصناف تقيلة هي فيها كل حاجة